كانت الساعات تشير إلى السادسة صباحاً عندما ضربت هزة أرضية مقطعة فوكوشيما الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر وبعد فترة وجزة أصدرت السلطات تحذير تسونامي خشية أن تضرب أمواج يصل ارتفاعها لثلاثة أمطار الساحل الياباني قوارب الصيادين تغادر الشواطئ وتبحر في عرض البحر بينما طلب من سكان سواحل التوجه إلى منطقة مرتفعة حرصاً على سلامتهم وقد أكد رئيس الوزراء آبي أثناء زيارته للأرجنتين أن حكومته ستتعامل مع الوضع فوراً لقد طلبت من المسؤولين تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة في الوقت المناسب بكل ما يتعلق بإخلاء المناطق بسبب موجة تسونامي المحتملة وبعد ثلاث ساعات انتهت تحذير لأن الأمواج التي ضربت سواحل فوكوشيما لم يزد ارتفاعها عن متر واحد فقط ولكن هذا الزلزال أعاد إلى الأذهان ذكريات مأساة 2011 موسيقى 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 موسيقى